موسيقى موجز الثالث عصر من التلفزيون المصرية أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وخلال الاحتفال كرم سيدة الرئيس عددا من النماذج المشرفة في المصابقة العالمية للقرآن الكريمة وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي تقرر رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين في المصابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف بواقع ستين ألف جنيه لكل جائزة بدلا من ثلاثين ألف جنيه مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم وخلال كلمته في احتفالية ليلة القدر وجه الرئيس السيسي التهنئة لشعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول تلك الليلة المباركة كما شدد الرئيس السيسي على أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام هذا ودع الرئيس السيسي جموع المواطنين إلى مواصلة بناء الوطن بالتعاون والتراحم والتكاتف افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقده أعمال التجديد بالمسجد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحات آل البيت هذا وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلية من ألواء أركان حرب إيهاب ألفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الحسين نهاية موجزة الثالثة شكرا لكم